أهلا وسهلا فيكم مشاهدين من جديد على مدار حلقات البرنامج في السنوات الماضية كنا نتحدث عن أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع المحلي في مختلف المجالات وطبعا إيمانا منا في طاقم إعداد البرنامج دائما منعطي الفرص للحديث عن المبادرات الهدفة في المجتمع فاليوم نتحدث مرة أخرى عن أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في المخيمات الصيفية وإعطاء فرصة لهم للمرح واللعب نتحدث عن أهمية هذا الموضوع مع الأخصائية الاجتماعية في مركز جبل النجمة الأستاذة ربيحة جودة يسعد صباحك صباحك أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك في الله يصبحكم بالخير أهلا وسهلا دائما أنتم معنا شكرا لكم يعني بداية خلينا نحكي عن الفكرة العامة من المخيم وشو الهدف منه أيضا؟ إحنا المزبوط في مركز جبل النجمة هو زي طقس سنوي يعني زي بروتوكول سنوي كل سنة إحنا بنعمل مخيم صيف الأشخاص ذوي الإعاقة السنة كان المخيم تحت شعار من حقي نعم من حقي يعني أنه الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الإعاقة الذهنية لأننا إحنا بنشتغل مع الإعاقات الذهنية وكون الإعاقة الذهنية هي الأكثر تهميش في الإعاقات فإحنا بنسعى دايما أننا ندمجها في المجتمع بنسعى أنها تأخذ حقوقها بمختلف مجالات الحياة نعم فمن هذا المنطلق يعني نسكنا للمخيم وكانت فعالياته تقريبا أسبوع ستة أيام متواصلة شملت العديد من الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية نعم أكيد نحكي يعني بالتفصيل عن الأنشطة بس خلينا أيضا نحكي عن الفئات العمرية اللي بدومها المخيم حضرتك حكيتي أنه ذوي الاحتياجات الخاصة هم المستهدفين ولكن بالنسبة للفئات العمرية الفئة العمرية هي من 3 سنين لـ 40 سنة تقريبا يعني إحنا عشان برامجنا كلها يعني بتشمل كل الفئات العمرية فإحنا بندمج يعني لكل الفئات العمرية نعم وكل فئة عمرية يكون لها برنامج خاص وقسم معين نعم لا بالمرنامج المخيم إحنا يعني مع بعض بكونوا يعني دائما مجموعات مختلفة كنا مقسمين هم أربعة مجموعات فئات عمرية يعني دمجنا الفئات العمرية عشان كمان نكسب خبرات حتى للأشخاص نفسهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيا هم يتعودوا على وجود مثلا أشخاص أصغر منهم أو أشخاص أكبر منهم لأنه في المجتمع هم رح يشوفوا ناس أكبر وناس أصغر فمفروض إنه إحنا ندمج صح يعني نرغم من اختلاف الأعمار إلا أنهم مدمجين طبعا هلأ إحنا نشوف صور من المخيم فخلينا نحكي عن الأنشطة والفعاليات التي تم تنظيمها في المخيم إحنا مزبوط عدة أول إشي كان زوايا أول يوم كان عنا زوايا في المركز كان في عنا دراما وفي عنا أشغال يدوية في عنا فقرة زاوية الطبون كانت كثير حلوة مع الأهل والطلاب وفعالة كمان الدبكة زاوية الدبكة كمان في عنا كان زوايا في عنا أنشطة خارجية اللي هي رحنا على ملاهي سكايلاند وروحنا على عين الحمام وأقذناهم على متحف الشهيد أبو عمار وكمان كان في عنا يوم الخميس ختام لفعاليات المخيم خرجنا في فوج من طلابنا من أطفالنا وزهراتنا في المركز اللي هي فوج الحضانة فوج الحضانة العاشر اللي هو الفكرته هو الحضانة المدمجة إحنا دامجين الأشخاص دو الإعاقة مع الأشخاص يعني من غير المعاقين فكان تقريبا ضمن هاي الفعاليات والهدف منه أن ندمج الأشخاص دو الإعاقة خاصة الإعاقات الذهنية في المجتمع وأنه كمان يمارسوا حقوقهم في الحياة في مختلف مجالات الحياة من ضمنها الحق في الترفيه صح يعني أنشطة تعليمية وأيضا أنشطة ترفيهية نعم صحيح نعم أيضا خلينا نحكي أستاذ ربيحة عن أهمية إقامة مثل هاي الأنشطة لدو الإحتياجات الخاصة خاصة أنهما يعني في بلدنا وبكل بلدان عربية غالبا يصنطق عددهم للتهميش فما أهمية إقامة مثل هاي النوادي والمقيمات أيضا بشكل متكرر الهدف يعني أنه كمان أول إيش نطلعه من روتين الفصل يعني إحنا عمدار فصل فيه عندنا برنامج وفي عندنا أنشطة مختلفة فمهم كمان أنه كمان الأنشطة اللامنهجية اللي هي تبتكون نطلع من نظام المجموعات نطلع من نظام البرنامج اليومي نطلع من نظام أنه يكون في الصفوف في الغابة فإحنا يعني هدفنا كمان أنه يكونوا ضمن المجتمع مع أنه إحنا حتى بأنشطتنا بالفصل إحنا كمان ندمجهم في أنشطة مختلفة وفي زيرات للمدارس والروضات وكل هاي الأمور بس إحنا بنركز أنه كمان يمارسوا حقهم زيهم زي أي طفل كيف الأطفال وطلابنا في المدارس هم بمارسوا حقهم أنه يكون في عندهم مخيم صيفي أنهم يستمتعوا ويرفوا عن نفسهم نفس الفكرة للأشخاص ذوي الإعاقة فهذه الفئة كمان حقها على مجتمعنا وحقها علينا أنه كمان إنساهم في أن يكونوا مدمجين ويأخذوا حقهم وفرصتهم زيهم زي أي طفل أو طالب آخر في المجتمع صحيح يعني هذا المخيم بخرجهم كأنه من الروتين بخليهم يفرغوا عن الكبد صحيح اللي فيهم أيضا خلينا نحكي عن تفاعل ذوي الإعاقة في المخيم كيف كان التفاعل؟ يعني بعرفش بجوز الصور بتعطينا صورة شوية بس يعني كان كثير كثير مبسوطين يعني كثير خاصة في فعاليات الخارجية في المسبح في سكايلاند كثير كانوا مبسوطين لما زورنا كمان متحف الرئيس في الختام كمان كان كثير حلو كانوا مبسوطين وكان يعني أحيى الختام في فرقة الكمانجاتي نعم مشكورين طبعا فكان يعني الأجواء كثير كانوا كثير مبسوطين وكثير كثير كان حلو بالنسبة لهم تغيير وكمان تنسيش كمان إحنا شاركنا الأهل كمان مشاركة الأهل كانت كثير فعالة صحيح نحكي يعني بتحديد عن هذا الموضوع يعني دور الأهل والمتطوعين أيضا في دعم هذا المخيم ودعم الأبناء أيضا يعني كان في دور كل سنة يعني السنة ركزنا إنه الأهل مفروض يكونوا موجودين مع أطفالهم صحيح على أي مكان إنه مفروض إنه الأهل يتعودوا على وجود ولادهم إحنا في الأفراد المجتمع كمان نتعود على وجود هاي الفئة في مختلف المجالات الموجودة في المجتمع فمهم كثير كان دور الأهل وكثير كانوا مبسوطين وتفاعلين وساعدونا كثير في المخيم نعم أصلا دور الأهل يعني هو الأساس هو الأساس بالضبط إنه وما كان فيه أهل حيكون الولد متأزم نوعا ما يعني لازم يكون فيه وكمان بتعطيهم خبرة إنه كمان في الأماكن العامة كيف عم بسلك يعني صحيح بس فيه عقلية إنه بزبطش أخذ أخذ ولد معايا لأنه بلغي المشوار لأنه عندي أو بروح بودي مثلا عند أخته عند خالته عند عامته لا هو كمان حقه إنه يكون موجود بالعكس أنت بتراكم عنده خبرة إنه كيف في مكان عام أنا كيف أتصرف يعني هذا جزء مهم يعني هذا جزء تعليمي وتدريبي صحيح بدأنا ستظلوا بالبيت يعني ما حيتعلم كيف بدي أنا أكسبه خبرات الخبرات يعني بتيجي من خلال الممارسات إذا أنا ما مارست إشي يعني حتى إحنا الأشخاص اللي مش دوي إعاقة كمان أنا لما بدي أروح على مكان أي مكان أو أي فعالية إذا أنا ما تدربت عليه كيف بدأت تصير عندي الخبرة فهم يعني الأشخاص دوي إعاقة مفروض نعطيهم الفرصة مش لأنه إحنا بنمن عليهم لا هذا حق حق صحيح يعني هذا حق وإحنا بنآمن فيه وهذا يعني لازم إنه يمارسوا في وين مكانوا في المجتمع صحيح أيضا إذا ما تلعوا بتنزرع فيهم أيضا عقدة النقص إنه أنا أقل من غيري فيعني طبعا هو زيه زي إخوته صحيح ممكن يأثر على النفسية فخلينا نحكي عن أهمية الدعم النفسي لذوي الإحتاجات الخاصة والدعم النفسي الذي قدموا أيضا المخيم لهاي الفئة يعني إحنا من خلال الزوايا من خلال المنشطين من خلال الموظفين المعلمين كانوا على يعني على تواصل مباشر على تلامس مباشر مع الأطفال طبعا إحنا يعني زي خلية نحل كلنا في المخيم كلنا مع بعض وكلنا كنا بنلامس كل احتياج لأبسط احتياج أي طفل موجود عندنا بالمخيم من خلال أنشطتنا كيف أنه يرفح عن حاله كيف يفرغ كيف يكون يعني في الآخر كيف كمان نخلص النهار بسلامة وأمان يعني أنه أطفالنا يستمتعوا في نفس الوقت ما يتعرضوا لخطر هذا كمان كان كثير مهم وكثير وحتى الأهل كيف إحنا نحكي معهم ونتفاعل معهم كمان هذا إشي مهم كيف يعني كيف يتفاعلوا صحيح شو الأشياء اللي ممكن أننا نواجهها في هاي الأماكن وكل هاي الأمور قبل شو حكينا عن دور الأهل بس هلأ خليني نحكي عن أهمية دور أيضا المجتمع المحلي في عدم إشعار هاي الفئة بالتحديد بالنقص يعني ودمشهم أيضا في المجتمع طبعا إحنا لما بن يعني في أنشطتنا قبل المخيم لما مثلا عملنا مرة معرض على الرصيف ولما معرض على الرصيف اللي هورسومات كانت مرسومة بتتنعرض في مكان فلما نروح نوجه الدعوات للفعاليات المجتمع البلديات النوادي الجمعيات فيتفاجأوا أنه هدول الناس بقدروا يرسموا دول الناس بقدروا يعملوا بطلع منهم إشي طبعا بقدر بطلع منهم مشياء أكيد يعني لو طيحت إلى الفرصة أكيد فأنتي كمان لازم يعني حتى إحنا يعني مش بس إنه بس ترفيه كمان العمل أماكن العمل إحنا دمجنا أكثر من طالب في أماكن عمل فأنتي لما إن المجتمع سواء كافت فعالياته أن يتعرف على هاي الفئة يشوفها يصير عنده خبرة كيف شو طبيعتها شو احتياجاتها كمان صحيح كيف أنا لازم أن أطلع لها كيف أنا لازم أشملها في برامجي كيف أنا لازم لما أخطط لازم أفكر في هاي الفئة كيف أوائم كيف مثلا أخلي لها ميزانية لأنشطة كيف مثلا أعمل للأهل إشي خاص ضمن فعالياتي فهي بتفتح يعني بتفتح أفاق كتير كتير مهمة وكتير إحنا بنشتغل عليها حتى مش بس للمخيم الصيفي إحنا على في استراتيجياتنا وفي فلسفتنا إحنا بنآمن أنه كمان هو المجتمع المحلي هو جزء من الشغل اللي إحنا بنسويه بالعكس يعني هو تمهم الأهل المجتمع كتير مهمين يعني ما بتقدر تشتغلي مع شخص ده بإعاقة بمعزل عن كل عن المجتمع الموجود فيه صحيح أيضا خلينا نحكي عن دور الحكومة في دعم هاي الفئات وهل بالفعل في مراكز متخصصة لهاي الفئة عندنا بفلسطين يعني دور الحكومة هو الأساس في خدمة الأشغال والإعاقة دور الحكومة هي بتنفيذ السياسات أكتر إشي يعني المجتمع المحلي مهم كمان لازم يكون فيه الإشي الطابع الرسمي أو أنت لما بتصدري قوانين وأنظمة وبتحطي قوانين للأشخاص ده والإعاقة وكمان بتنفذ هاي القوانين دور الحكومة إنه تنفذ هاي القوانين مع مؤسسات المجتمع المحلي ومع مؤسساتها يعني كديش الحكومة هي بتحتضن وكديش هي بكون في عندها إرادة سياسية تطبك هاي المواثيك والقوانين المواثيك الدولية والقوانين الخاصة بالأشخاص ده والإعاقة طبعا كثير دورها مهم لما أنت حكيتي عن موضوع المؤسسات الخاصة أنا بأمنيش إنه يكون فيه مؤسسات خاصة المفروض إحنا لما بنحكي عن مجتمع شامل ومجتمع دامج إنه مفروض يكون المجتمع كله يحتضن يعني يكونوا موجودين في كل يعني في المدارس لازم يكونوا موجودين في الروضات في المختلف زيهم زي أي شخص آخر يعني مش ضروري أنا أزجهم في مؤسسات خاصة بالعكس يعني المفاهيم الجديدة إنه لازم يكون إحنا موجودين في المجتمع بشكل عام يعني حقوقهم ضمن المجتمع زيهم زي أي طفل زي أي امرأة زي أي حدا موجود في المجتمع يعني لازم يكون هيك مجتمعنا أكيد يعني عشان نتنجهم ضمن المجتمع أكيد يعني للأسف انتهى وقتنا ولكن كلمة أخيرة بتحب توجهيها من خلال شاشة قناة الفلسطينية أنا أول إشي بحب يعني أشكر القناة لأنه كثير بتهتم قضاء الأشخاص والإعاقة وبركز إنه دور الإعلام كثير مهم أكيد في تغيير توجهات يعني إحنا لما بنشتغل عن تغيير توجهات في المجتمع دور الإعلام كثير مهم بحب كمان أشكر المجتمع الفعالية المجتمع كلها اللي تبرعوا واللي ساهموا في إنجاح المخيم للمتطوعين للطاقم العامل في مركز جبل النجمة لكل الناس اللي شاركونا وساهموا في إنجاح فعالية المخيم نعم شكرا أيضا على جهودك في إنجاح هذا المخيم شكرا إليك الأستاذة ربيحة جهودة خصائية اجتماعية في مركز جبل النجمة شكرا إليك ونهارك سعيد شكرا إليك ونهارك شكرا شاهدينا ننتقل الآن إلى برنامج رسائل وموضوع حلقة اليوم بعد كل تجربة نجاح من مرج بن عامر في جينين